دكتور أحمد خير العمري غني عن التعريف شخص مبدع وعقلية تشرف أي مسلم ممتاز جدا يعني أحمد خير العمري راجل يشرف كل مسلم خليكوا فاكرين الكلام ده وتعالوا نشوف هجوم أحمد بحيري على الناس اللي ردت عليه واتهمهم بأنهم موالين من الخليج وأنهم أقلية وأن أحمد بحيري وأمثاله أكثرية تعالوا نشوف بتكلم في الدين كمان عشان أقول لكل الناس اللي بتحترم عقولها وحريص على دينها وإيمانها إننا كتير والله والبلطجية دول ظاهرة صوتية مش أكتر هتنتهي بانتهاء التمويل والدعم السعودي والخليج عموما يعني أنت دلوقتي كل خصومك بلطجية وإنت ما شاء الله عليك المحترم اللي فاهم كويس طيب يا أخي حط احتمال واحد إنه ده رأيهم زي مليك رأي ولا من حقك تتكلم في الدين وتخربط واللي يرد عليك يبقى مخبر أو بلطجي أو ممول من الخليج وعاوز يحتكر الدين ويخطفه ما تسيب الناس تعبر عن رأيها في طنوتها زي ما انت بتعبر عن رأيك بدل ما تمارس الإرهاب الفكري عليهم وتتهمهم بعدين انت اتهمت الناس بالتمويل من الخليج ودي تهمة محتاجة لدليل يا بو حميد والله هنقضيها طول الحلقة اتهامات بدون أدلة وتعالوا نشوف مين اللي ممول بقى من الخليج تخيلوا بقى مين اللي ممول من الخليج أحمد خير العمري اللي بين الأحمد بحيري حلقاته عنه هو اللي ممول من الخليج شفت يا أخوان الكرام بيتهم الناس اتهامات هي موجودة عند الشخص اللي هو بيلمعه في قناته وبينشر حلقاته وبينقل عنه وبينشر كتبه وأحمد خير العمري اسأله أحمد بحيري هو عايش فين أنا هقول لكم عايش فين أحمد خير العمري عايش في الإمارات طبعا بيسافر لدول أخرى لكنه مستقر في الإمارات فانت لما تتهم الناس بالتمويل من الخليج وتعتبر هذه المسألة سلبية مع انه انت لم تثبت ذلك في حق اي شخص معارض ليك أنا بفترض جدلا أن هذه التهمة صحيحة طيب أحمد خير العمري ممول من الخليج وما أرضي عنه من محمد بن زايد وهكشف لكم الآن بالدليل والبرهان أن أحمد خير العمري من الذين يرضى عنهم محمد بن زايد أحمد خير العمري ضيف دائم على موائد آل زايد ويسترزق من سبوبة نشر الإسلام الوسط الجميل وأحمد خير العمري مؤلفاته كانت غلاف لصحيفة إماراتية رسمية اسمها الإمارات اليوم خلي بالكم دومين هذه الصحيفة A-E اللي هو دومين رسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي نفس اليوم اللي حصل فيه شحرور على جائزة الشيخ زايد هو كمان كان ضمن الكتب التي تروج لها الإمارات في هذا المؤتمر والصحيفة الرسمية المذكورة وأكيد أنتم شايفين الكلام ده على الشاشة وإن شاء الله لما نخلص هذه الحلقة سأضع كل المصادر المذكورة في هذا الفيديو في أول تعليق وفي وصف الفيديو طيب أحمد خير العمري تنشر له مواقع إماراتية مثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وده مركز شغلته الرئيسية تلميع حكام الإمارات زي ما هتشوفه من الصفحة الرأسية أحمد خير العمري كمان نشرت عنه صحيفة البيان الإماراتية زي ثناء ومتح تمهيدا لسلسلة هيقدمها على قناة اقرأ الممولة من السعودية وقناة الشارقة الممولة من الإمارات حول كتاب لا نأسف على الإزعاج يعني يا أحمد يا بحيري لو كان الدعم الخليجي عيب فصحبك اللي شرف كل مسلم هو أحد أبناء الدعم الخليجي رغم أنك ما أثبتش ولا كلمة من كلامك ضد خصومك اللي أنا منهم وبفضل الله قناتي كلها فيديوهات ضد حكام الخليج جميعا وضد المطبلطية لحكام الخليج ومعاهم فوق البيعة السيسي عشان ما تقولش ما بيهاجمش السيسي زي ما واحد كتب في التعليقات لو راجل هاجم السيسي يابني ادخل على القناة وشوف الفيديوهات اللي في القناة والسلاسل اللي في القناة ضد السيسي فمين هنا اللي بيسترزق من دول الخليج لو عاوز المزيد يا أحمد يا بحيري اسأل أحمد خيري مين بيدير صفحته الرسمية على فيسبوك ومن أي دولة واتعرف انك بتستخف بعقول الناس بكلامك عن التمويل الخليجي لكل شخص يرد عليك وده اسمه هروب من الحقائق وتشويه الخصوم وإلقاء الاتهامات بلا دليل الأصل الثابت هو ان فيه ناس ردت عليك وانك مطالب بالدليل مش تطلع تشتم وبعدين تطلع ترد علي الناس عشان هجمتك لانك شتمتهم وانت هنا بمنتهى الوضوح بتروج لشخص مدعوم من حكومة استبدادية وهي نفس التهمة اللي اتهمت بها الشيخ حسن الحسيني لما حد عتب عليك انك شتمته وقال لك دراج المحترم ورد عليك بمنتهى الذوء والأدب قلت له انه هو بيسترزق من حكومة استبدادية وأكيد طبعا شايفين هذا التعليق أنا على فكرة معاك في مهاجمة هذه الدول بس سعيب انك ترد عن الناس بالطريقة دي وتستخف بعقول بعض اللي ما يعرفوش حقيقة أحمد خيري العمري ضيف قناة الحر الأمريكية والقنوات الرسمية في الدول الاستبدادية وهو صبي من صبيان محمد بن زايد لنشر الإسلام الوسط الجميل وطبعا أنا مش محتاجي نبين للناس انحرفاته بقدر ما بين ليهم هو شغال مع مين لأن دي تهمة كافية لإسقاطه زي ما انت بتحاول إسقاط كل شخص ينتقدك بتهمة انه شغال مع الحكومات الاستبدادية ولكن بالفعل الإمارات لا يمكن أن تتبنى أو تلمع شخص بهذه الصورة لو كان رجل صالح وبينشر الإسلام الحقيقي وإلا كان مصير السجون أو الطرد خارج البلاد بكل بساطة زي ما حصل مع كثير من الشرفاء داخل الإمارات سواء من أبناء البلد أو حتى من الوافدين الإمارات ما عنداش مشكلة تدخل السجون حتى لو واحد من العائلة الحاكمة أو شخص وافد من الأردن أو من أي دولة أخرى والكلام ده موثق ومعروف ابحثوا في سجل الإمارات لسجن كل شخص شريف أو كل شخص يقول كلمة الحق أو كل شخص ينشر الإسلام الحقيقي بدون تزييف وأما المسموح لهم في الإمارات فانت عارف مين المسموح لهم بالكلام في الإمارات زي شحرور والكيالي وغيرهم كتير من الضلالية حاجة أخيرة بخصوص الشيخ أبو سحق الحويني واتهامك لي أنه بياكل صحت وبينسق مع الأمن كل ده لأن الشيخ ساكت ولم يعلق على الأحداث من فترة طويلة ولم يتكلم في السياسة ومركز فقط في علم الحديث عاوز أقول لك أن أحمد خير العمري اللي أنت بتروج ليه وبتروج لكتبه هذا الشخص لم ينتقد حكام الإمارات ولا مرة بل يتكسب من حكام الإمارات وهو ده بقى اللي بياكل صحت حقيقي وإنت بتاكل صحت على أفاه والكلام ده طبعا بمفهومك أنت أنا مش بتهمك أنا بتهمك أنك أنت بتعتبر واحد تاني ساكت عن قول كلمة الحق بتعتبر بياكل صحته بنصق مع الأمن طيب تقول إيه عن أحمد خير العمري اللي عمره ما قال كلمة ضد حكام الإمارات اللي هم أحد أسباب الفساد والمشاكل والقتل اللي بيحصل في مصر وهم اللي مولوا الانقلاب العسكري وأنت أكيد طبعا عارف الكلام ده ومش محتاج أن نفصله والناس اللي بيشوفوك عارفيني الكلام ده كويس قوي